اهلا بكم الى لقاء الاولى تقدمت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب التونسي بمقترح قانون الى رئاسة البرلمان يتعلق بما سمته الكتلة منع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية ويهدف مقترح هذا القانون الى تطوير المنظومة العقابية في مجال مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها وتعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة الارهابية وحماية الامن العام وحقوق الغير حسب ما جاء في المقترح ومعنا من تونس الكاتب والبحث السياسي كمال الشرني سيد كمال اهلا وسهلا بك على ستينيوز عربية ما امكانية ان يصادق البرلمان التونسي على مقترح قانون حضر النقاب في الاماكن العامة يبدو وضع هذا القانون وهذا المقترح يبدو حارجا الى حد كبير لان فيه مخالفة صريحة لنص الدستور التونسي الفصلين 46 من الدستور التونسي يمنحان المواطن حق ممارسة الشعائر كما يراها ولكل شخص حقه في ممارسة شعائره يعني لا يمكن التضييق من نص واضح بالدستور بقانون اخر يعني لابد اما تغيير الدستور وايجاد بعض الاستثناءات مثل هذه باسم الامن القومي او باسم اي شيء اخر او مناقشة المسألة برمتها في اطار القوانين الخاصة لكن من الناحية الدستورية لا يمكن تقديم مشروع قانون يضيق حرية اقرها الدستور في الفصلين 46 و49 لكن حسب رأيي اليوم النقاش وانا على اتصال باغلب مجلس نواب الشعب ومنهم السيد مصفى بن احمد الذي قدم مشروع القانون وكذلك الاستاذ غاز الشواشي الذي عن كتل الطيارة الديمقراطي النقاش لم يعد حول دستورية هذا القانون ام لا وانما حول معنى الشعائر والتقوس الدينية هل ان النقاب هو شعرة وحق ديني هل هذا المقترح سيد كمال هو مطلب حزبي ضيق ام انه مطلب الاجهزة الامنية ام مطلب شعبي بالاساس حسب رأيي هو في الظاهر يبدو كأنه مطلب يتعلق بالامن القومي باعتبار ان النقاب يخفي وجه الشخص وان بعض الحالات النادرة جدا لاحظنا فيها ان الارهابيين يستعملون النقاب للتخفيف ازياء النساء هذا صحيح ومطروح وبعض القيادات الامنية قد طرحته لكن طرحه في هذه الايام بالذات في هذه الظروف بالذات حيث تتراكم عشرات المطالب الاخرى لهيئة دستورية لقوانين عاجلة لقوانين لا تحتمل التأجيل طرح هذا القانون في هذه الايام يطرحه احتمالا حول ما اذا كان هناك تسييس في مسألة النقاب البعض يقول وهذا قول لكثير من مجلس نقاب الشعب يقولون ان الامر ليس على هذه العجلة وانه من الاحسن من الاصلح ان نناقشه في فضاء الثقافة في فضاء السلوك العام في انتظار ان تأتي فرصة او تتحسن مستوية النقاش حول هذه المسألة ثم ان هناك من يقول على المستوى القانوني ايضا ان عدد المنقبات في تونس ليس كثيرا ولا يتطلب تضييقا دستوريا على هذه المسألة ولكن في حال ما اقر هذا القانون سيد كمال هل يتقبل الشعب التونسي مثل هذا القرار وما التدعيات التي يحتمل ان يثيرها في الشارع التونسي الحقيقة ان اغلبية المطلقة من الشعب التونسي ضد لباس النقاب وقد طرح هذا منذ عاميا تقريبا في كلية الاديب بمنوبة حيث امتنع عميد الكلية واغلب الاساتذة عن قبول طالبيت منقبات وكان ذلك موضوع نقاش قانوني حاد جدا لكن المشكلة هنا ان الدستور التونسي واضح في هذه المسألة يقول ان حق ممارسة الشعاعر والدقوس هو حق مضمون بالدستور وتحميه الدولة حتى القضايا التي قدمت في هذا الشأن قضت فيها المحكمة الادارية بحق المواطن في ان يرتدي ما يشاء بقي الاستثناء او الحالة الطارئة اليوم في تونس هي الوضعية الامنية باعتبار ان النقاب قد يمثلوا اختفاء او اخفاء لاشخاص مطلوبين العدالة او اشخاص يحملون قنابل او احزمة او ناسفة او هذا شيء من هذا القبيل ولكن سيد كمال هل يبيح المبرر الامني التعدي على حرية شخصية في الحقيقة هناك اجمع من رجال القانون ومن الحقوقيين على ان حق الممارسة الشعاعر هو حق مطلق جدا والاستثناء والطارئ هي الحالة الامنية واغلب الحقوقيين يقولون انه لا يمكن فرض فصل في القانون على حالة طارئة لاعتبار ان الحالة الارهابية والتهجزات الارهابية للامن القومي في تونس هي حالة طارئة واليمكن بالتالي اقرار قانون لحالة طارئة واستثنائية واغلب الحقوقيين يرون انه من الصعب او من المستحيل تمرير مثل هذا القانون لكن هناك في نفس الوقت الضغوطات امنية وضغوطات سياسية هناك تسييس ايضا في هذه المسألة في بعض الحالات هناك ايضا مسائل تطرحوا على مستوى التطبيق باعتبار ان تونس تستقبل اعدادا من السياح الخليجيين الذين ترتدي نسائهم النقاب هناك ايضا جزائريات يأتينا للسياحة في تونس ويرتدينا النقاب سوف تطرحوا هذه مشكلة كبيرة على مستوى التطبيق هل ستقوم تونس بطرد كل سائح او شخص زئر يأتيها لا يعني اتحدث عن نساء هنا تأتيها في حالة تنقب هل سيتم تردهن من تونس مثلا هذه مشاكل كبيرة تطرحوا على مستوى التطبيق يعني التطبيق سيكون هناك مشكلة كبيرة لان عدد المنقبات في تونس ليس كبيرا جدا الا يمكن ان يبرق ايضا اذا ما اقر هذا القانون باشارات خاطئة بان الحكومة التونسية النظام التونسي يحارب التعاليم الدينية ويضيق على الحرية الشخصية بالفعل هذا هو السؤال الممتاز حاليا في تونس وهو هل ان ارتداء النقاب هل هو شعيرة اسلامية مفروضة ام هو مجرد اجتهاد هنا يتدخل رجال الدين طبعا ورجال الدين يقولون ان النقاب هو فرض على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس واجبا على كل المسلمات وان الامن العام يقتضي اظهار الهوية في اماكن الحدود في اماكن الامن في اماكن الامتحانات مثلا الى اخيره وهناك سؤال الان حاليا محل نقاش في مجتمع التونسي وهو هل ان النقاب فريضة وسلوك ديني مفروضة على النساء ام انه مجرد اختيار وربما كان قاصرا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اشكرك الكاتب والبحث السياسي كمال شرني كنت معنا من تونس يمكنكم مشاهدين الاطلاع على المزيد حول الاوضاع في تونس على موقع سكاي نيوز عربية على الانترنت او الطبق الخاص بسكاي نيوز عربية على الايباد وايفون واندرويد والمشاركة ايضا برأيكم في استطلاعات الرأي حول مختلف قضايا الساعة كما يمكنكم متابعة اخر المسجدات على حسابنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام اشتركوا في القناة